على كل حال نحن كدولة راعية وفي حرية بهذا الموضوع نحن يعني ببلد إذا إذا شيء الناس خسرت وديعها وخسرت كل شيء ومصر في تقريبا ولا أية ردة فعل تسكر أو ردة فعل بقية محصورة ومن دون ما تشكل أي خطر أو ما تهز عرش السلطة ليلي هاتي التعبير أنت ما بتحبه كتير بالعكس بحبه وما عندي مانيا فيه أبنا لأنه هيدا العرش يعني بكتير مطاري حقولي قرشي أنا صحيح ما بحب أظلم بالتعميم بس أنا بقولك بشكل كتير كبير بلا لأنه رجعنا على أزمة النظام هيدا أزمة النظام بتجيب معها كمان اللي بيديروا هيدا النظام فأكتار من اللي داروا هيدا النظام أخدونا على الخيارات اللي عملوها الخاطئة بالسياسة بمعناها الواسع بس كمان بالسياسات مالية ونقضية واقتصادية وصلتنا للي وصلنا له رد فعل الناس بارف أنه مش كافي كارد فعل على على سرقة العصر وعلى وعلى المصيب الكبير اللي وقعت عليهم بس ماني شايف أنه خلصت يعني هاي المسألة بعد بارت وان في بارتو بعد ما خلصت ما خلصت لأنه مش 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 إنسان اللي حصل باركي بتفكر أنه الشباب عندهم بعد فرصة يرجعوا يعودوا عن الخسائر بس أنا بفكر بالمتقاعدين يلي بعمر معي خسروا كل اللي حطينوا عجنب بتضحيات يعني هول ما حطوا عجنب لأن سرقوا هول حطوا عجنب لأنه ضحوا يشيل من معاشوا كل شهر شوي مش إنقدر يخلي عجنب لأخرته يوصل ما يقدر يشتري الدواء ويجي البنك يقول له بتاخد هالأدو وأنا بديرك وبغياب للتدابير الحكومية لا هايدي أنا بظن إنه ما بتنبلع ما بتنبلع وما بيقدر واحد يوافع عليها ومش هناك في مسؤوليات لازم تترتب وقد نحكي عن توزيع الخسائر نعم عظيم منوزع الخسائر بس لما بنوزع مسؤوليات قبل يعني في كمان حدا لازم يتحمل مسؤوليات لسا اشتركوا في القناة